مرحبا وشكرا للمتابعتكم هالحلقة الثانية من Mission Cast هون على Tech Mission البودكاست سيريز اللي بلشنا عملكون إياها اعتبارا من الأسبوع الماضي واللي إن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا فيها قد ما نحن عم ننبسط بالحوار الشيق اللي عم بيكون سواء مع ضيف ولا معكن اليوم الحوار معكن بالحلقة الماضية سألناكم سؤال بالحلقة تبع أول تجربة تصوير على الإطلاق بكاميرا احترافية وجهنا لكم سؤال عن صورة هاي الصورة متخيلة أو مو متخيلة هي تذكرتها كانت ضيفتنا وصفت لنا إياها هي عبارة عن شارع هذا الشارع فيه منصف هذا الحاجز البيتوني اللي بالنص قاعد عليه طبعا الشارع فيه شجر على المنصف قاعد شخص البنطلون طبعه لونه رمادي الاميس مقلم رمادي واسود سوري البنطلون لونه أخضر الاميس مقلم رمادي واسود حامل مثل علبة صغيرة أو ساطل صغير أو يعني ما فهمت بالضبط كيف كان وجواته فيه ورد أحمر كتير وكانت ألوان خريفية كتير بالشارع بالشارع فكان فيه كونتراست بين اللون الأحمر وباقي ألوان الشارع وسألناكم السؤال شو برأيكم العدسة المناسبة على الكاميرا في الفرايم شو العدسة المناسبة لحتى ناخد هاي اللقطة إجتنا أجوبة كتير حلوة وكتير interesting وحتى غيرتلي شوي مو غيرتلي مازال جوابي هو نفسه بس يعني فيه احتمالات أخرى حلوة من الأجوبة اللي يعطتون إياها رح نتابعك اللاياتة ورح ناقشها معكن وحدة وحدة فإذا كنتم من اللي جاوبتوا أو ما كنتم من اللي جاوبتوا تابعوا هاي الحلقة لحتى تعرفوا شو رأيه بكل أجوبة اللي يعطتون إياها مننتقل هلا على صفحة الفيديو على يوتيوب وخلا نشوف الأجوبة اللي جاوبتوا ومنبدأ مع الصديق جوحة على ما أعتقد جوحة 16-35 ملي متر فتحة عدسة ستة إلى عشرة وشتر واحد على مئة وستين هاي اسوأ خمسين عالمية 16 إلى 35 أنا برأيي هاي الصورة محتاجة شوي تكون كومبريست شوي تايت الخمسة وثلاثين ما حتعطيناها للتايت 16 حتخلي الشخص يبين كتير كتير صغير بالصورة حتى الخمسة وثلاثين رح يضل مبين الشخص الصغير بالصورة وبالتالي ما رح ياخد الحيز الأكبر من الصورة بتصور 16-35 مانا كتير مناسبة خيار موفق بالنسبة للأف والآي اسو وشتر سبيد بس 16-35 مو خيار ممناسب حيدر كوم حلقة مميزة شكرا صديقنا حيدر هشام فكس بخصوص السؤال يفضل تكون عدسة زوم مثلاً سبعين ميتين عشان يكون تصوير المسافة وبدون ما عرف تبين على الورد فكرة كتير كتير مهمة هذا كان قصدي بالفكرة الكتير حلوة اللي انذكرت أي سبعين ميتين بدخلنا نصور من دون ما ينتبه بياع الورد لكن بنظري سبعين ميتين هي تو كومبريست يعني كمان هو مساحة الشخص جوه الصورة هتكون أكبر مما أنا بدي أو بتخيلي لأنه كانت هي عم توصف الشارع عم توصف المنصف الطريق يمين ويسار ربما يكون في سيارات ربما يكون في أي شيء بدنا شوي صغيرة من المحيط ما بدنا هي هلقات كومبريست لا خمسة وثلاثين واسعة كتير ولا التو كومبريست السبعين ميتين يعني بدنا شوي بالنصور ممكن شفتوا هلأ لوين أنا عم توجه أتوقع جواب السؤالين من صديق صالح HMA صديق العزيز أتوقع جواب السؤالين العدسة هي 18135 وحلو فكرة الحلقة شكرا لإلك 18135 على ما أعتقد أنت بتقصد عدسة الكروب سنسور نحن كنا نحن نحكي عن عدسة فول فريم بكل أحوال 18135 رينج واسع وبالتالي ممكن نحصل فيه على هاي الصورة أنا عم فكر كنت أكتر بالبرايم أو أو البريميوم زوم فيه صديق نوار صديق العزيز صديق القناة الدائم نهايك صورة حلوة إذا كانت بوقت المغيب لهيك رأختار شتر سبيد واحد على مية وستين منطقي جدا فتحة عدسة أربع إلى ستة منطقي يعني أنا رح سور على أربع بسعادة يعني ISO 200 إلى أربعمية خلنا نقول مية إلى أربعمية وبالنسبة للعدسة أنا بعتبر 24-70 أو 28-75 هي الأكتر شمولية تم مظبوط إذا بدأت تختار عدسة زوم واحدة من هدول تنتين لأنه فيها الرينج اللي أنا بزهني فاهم؟ أي أكيد هدول اتنيناتهم قادرين أن ياخدوا له هاي الصورة بس فكر معي بالبعد البؤري المحدد صديق غيث الكرمي 70-200 نفس الجواب اللي أعطيته قبل شوي البعد البؤري المميز للبورتري 135 هو لأنه المميز للبورتري رح يكون ضيق شوي فما رح ياخد بما فيه الكفاية من المحيط طبع بياع الورد رح يفرجينا بس بياع الورد رح تطلع الصورة حلوة على الأكيد بس ما رح تطلع الصورة اللي بزهنة وقت اللي كنا عم نوصفها بالنسبة لإعدادات A7 Mark IV أو A7 R5 أفضل كاميرا تصورها المشهد منطقي جدا بسعادة يعني ما أكيد فتحت عدسة 2.8 ايه بصور 2.8 أو F4 بالحالتين بيكون تمام نديم ديوب فوتوغرافي كتير حلو بالنسبة للصوت لوضعيت رأبتك للصوت أوكي ملاحظاتك كتير على العين والرأس لأنه الصوتي عم يختلف لما عم يكون هيك من أني عم يكون هيك هو يقترح أنه أنا والضيف نكون قبال بعض مو جن بعض لأننا نحب الستايل جن بعض بحب أن يكون عم يطلع بالضيف بهالشكل لكن بالنسبة للصوت رح نلاقي حل بوضعية المايكروفون يكون أفضل وشكرا كتير على ملاحظاتك على العين والرأس دائما مستر ديزاينر رهيب البودكاست جدا أتمنى تستمر شكرا لإلك وإن شاء الله مستمرين وهي الحلقة الثانية وإن شاء الله حلقات كتير مستمرة عدستك المفضل 35 في تحدثة 1.4 ISO 50 شتر أعلى شي لحد من إضاءتكم مضبوطة طبعا الـ ISO بأقل قدر ممكن منطقي جدا بسهناء أنه 35 بنظري لها الصورة بنظري طبعا مش جوزة 35 تاخد صورة حلوة لكن بنظري 35 شوي واسعة على هالصورة بعتقد يعني عم تلقطوا أنا وين رايح ما هيك؟ أتمنى أكثر أني يكيد حكوم ممنون أني قابل حضرتك حتى لو بدون البودكاست مستر ديزاينر صديقي العزيز بتنورنا إذا أنت بالإمارات شرفنا بأي وقت من دون أي إذن ولا أي موعد مسبق بدأ الباب وتدخل نحن موجودين هون بدبي بجي ألتي وأهلا وسهلا فيك بأي وقت مقدات فيصل على ما أعتقد الاسم السلام عليكم وعليكم السلام تابعكم استفيد منك الكثير شكرا على مشهودك الجبار شكرا لإلك وجهة نظريك متدق بالتصوير لتصوير المشهد الخريفي عدسة 24-70 منطقي تماما في الشيء اللي أنا بديه فتحة عدسة 1.8 ما على علمي إنه في 24-70 فتحة عدسة 1.8 ممكن أصدق 2.8 شطر 1 على 50 بدك أكتر بشوي مشان الموشن بلير لأنه أنت بشارع يعني 1 على 125 حد قدنا 1 على 250 مثالي يعني وبس تقريبا شكرا لإلك يعني بالنسبة أنت عم تقل لي إنك مبتدأ ممتاز الشيء اللي أنت قلته ممتاز بالنسبة لأنك مبتدأ صديق إبراهيم عياد بالنسبة للسؤال الأول أنا شايف أنه ممكن أصوره بأكتر من عدسة رح ركز على أنه الوضع تصوير الأشخاص من المنظر الطبيعي 24-70 منطقي جدا 35' قلت لك واسعة شوي بشكل عفوي بصور 700 منطقي مشان نكون بعيد عنه لكن مع ذلك أنا بحسها too tight بالنسبة له المشهد بالتحديد لأنه انتبهوا هالمشهد عم بيركز على المحيط مو بس عم بيركز على الشخص وبالتالي بدنا التوازن ما بين التركيز على الشخص والتركيز على المحيط وبالنسبة لإعدادات أكيد يعني الخيارات اللي زكرتها صديق إبراهيم منطقية جدا صديق أبو كادي أفضل عدسة للوصف هي 135 too tight شوي شوي يعني أدي أن المطلوب shutter speed 1 على 400 و ISO 600 أوكي منطقي جدا وفينا الوازنة ومتروب مختلفة طبعا صديق قتيبة حطلنا قلوب وهيقلب لصديق قتيبة صديق الحارث حطلنا قلوب وهيقلب لصديق الحارث جعفر ستراوي أعتقد أفضل عدسة هي 70-200 أو 85 كمان برجع جوابك نفس الجواب أكيد رح تكون حلوة لكن أنا بالنسبة للي 2 compressed بالنسبة لها الصورة هي بالتحديد صديق حاتم حلقة جميلة ممتعة خفيفة ذكرتني الأنسة اليوم بيوم كنت أتمنى له كاميرا معي كان في إمرأة كبيرة بالسنة لدرجة أنه ظهرة كان مقوس بكاد يحملها صورة جميلة جداً يا ريت لو صورتها يا ريت لو برجع الزمن وبتصورها صورة جميلة جداً شو كان صديقنا حاتم كريم الغتمي إذا ماني غلطان حسب بعضي عم باقي على الورود وحسب الفريم اللي بدي أخده طبعاً مع كاميرا A7R5 عم يذكر 85 جي أم شوي لأنك عم تكتب إنجليزي وعربي فشوي التكست مواضحة متقترح 85 جي أم أو أوكي بصراحة ما كثيراً 75 جي أم جوابت علي 85 جي أم نفس الشي يعني ما نفس نفس الكمبريشن تبع السبعين ميتين عند الخمسة وثمانين سوري ما واضح عليه كثير الخيارات اللي حتيتها لأنه شوي تكست فايت ببعضه صديق يونس علي يونس عتقد العدسة بـ 85 يعني جود جيس بس أنا أجان بنظري ربما يمشي الحال بس بنظري أنا شوي توم كمبريست حسب جو الخريف حطى اللي اعدادة الصديق أو الصديقة أنا يوسف عدسة 85 كمان يعني أنا بفهم تماماً اللي عم بيقوله 85 لأنه رح تكون رائعة بالنسبة لهيك موقف بس عندي وجهة نظر تانية الصديقة حنان والصديقة محمد عزاوي والصديق بس حنان وحمد عزاوي آه لا وعلاء الأزور وأيضاً زهير السلمان إلى حد ما لأنه ذكر كذا خيار من بيناتهم خياري خليل الوائلي لا صديق عمر الأحمد هدول الأصدقاء جواب الجواب اللي بدهني هلأ للأسف ما رح تدر إرى الكلمة شاميكم البودكاست كتير طويل لكن خلوني أشرح لكم وجهة نظري هاي العدسة محتاجة أن تتصور بنفس الطريقة اللي شافتها فيها إنانا لما كانت عم تطلع بهذا الشخص شو هو البعد البؤري للعين البشرية خمسين مليمتر توازن الحقيقي والتوازن الفعلي والتوازن الأفضل ما بين أنه نركز على الشخص كبورتري وناخد قدمة فينا من المحيط بيكون بالخمسين مليمتر لذلك بنظري أنا الخمسين مليمتر هي العدسة المناسبة لحتى نصور هاي اللقطة كمان مرة بدي أرجع لكم شي هاي الصورة من ذاكرتها لضيفتنا كانت عم تتذكر هي كيف شافته كيف كانت عم تنزله قديش كانت بعيدة عنه وبالمكان اللي هي واقفة فيه عم تشوفه بطريقة معينة بمحيط معين وبالتالي نحن عم ناخد الصورة من ذاكرتها مثل ما شافتها بعينها البشرية البعد البؤري للعين البشرية خمسين مليمتر وبالتالي بنظري وبعتقد يعني أنه نفس المنطق كانوا عم يتبعوه للأصدقاء اللي يجاوبوا نفس الجواب بنظري أنا خمسين مليمتر هي العدسة المثالية لحتى ناخد هاي الصورة هلأ أجوب كتير أنتوا جاوبتوا كانت حلوة 85 مليمتر أكيد ستأخذ الصورة بطريقة كتير حلوة 70 ميتين ستأخذ بطريقة كتير حلوة 135 ستأخذ بطريقة كتير حلوة لكن مو بنفس مستوى خلني سميها الواقعية اللي وصفتها ضيفتنا بالحلقة الماضية لأنك كنت تتحدث عن شيء واقعي نحن ما بدنا الخلفية تكون هلأت كومبريست ما بدنا الخلفية تكون يعني بدنا شوية 3D بالصورة كلما طلع البعد البؤري كلما كانت الخلفية كومبريست أكتر مضغوطة أكتر على الشخص وبالتالي ما بيبين عمق الشارع لأنه بيصير الشارع كأنه لازق بالشخص بسبب الكمبريشن ما بيبين المسافة بين هذا الشخص أو تناسب أبعاده لأبعاد الأشياء اللي وراه أو الأشياء اللي حواليه الخمسين ملي متر بتعطينا هالتوازن في شوية كومبريشن شوية صغيرة مانا شوية كتير كبيرة وفي عنا أيضا يعني كم كافي من المحيط شايفينه بمسافة لا بأس فيه عن الشخص لأن الكمبريشن محدود وبنفس الوقت يعني تركيز لا بأس فيه أبدا على الشخص المعني بسبب أنه الخمسين ملي متر هو أصلا بعد بقري للبورتريت فبنظري أن الخمسين ملي متر هي المناسبة بالنسبة للإعدادات كلكون حكيتوا عنها يعني أنا ممكن كتير أني صورها بأفور على الأرجح لحتى أخذ شوية يعني شوية عزل عن الخلفية بس مو عزل جزري عن الخلفية طبعا لأي سو مية والشتر سبيد على حسب وضعية الإضاءة بالشارع على حسب وين هو واقف على حسب الديناميك رينجل اللي بديها وكل حد والتفاصيل يعني بقدر أقول أنه أجوبتكم كلاتها كانت أجوبة منطقية بشكركم كتير على مساهمتكم الأصدقاء الأربعة اللي أنا ذكرتهم أربعة أو خمسة كم حدا كان اللي يجاوب بالإجابة الصحيحة الأصدقاء اللي ذكرتهم اللي جاوبة الإجابة الصحيحة بتمنى من أي حدا منهم موجود بالإمارات يتواصل معنا سواء على إنستجرام أو هون على يوتيوب اكتب لنا بالتعليقات أو بأي شكل هو بديها أو هي بديها لحتى نشوف الشخص الموجود بالإمارات بيساعدنا جدا بيشرفنا أنه ستضيفه هوم ببودكاست بموضوع يكون شيق ومفيد فإذا اقتراحي أنا هو 50 مليمتر لها الصورة المميزة من ذاكر ضيفتنا بالحلقة الماضية إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالنقاش اللي نحن ناقشناه بالمنطق اللي أنا عم فكر فيه بالأمور لحتى أوصل لهذا القرار أن يقول أنه العدسة المناسبة هي كذا فشكرا للمتابعتكم هالحلقة التانية من سلسلة البودكاست وإن شاء الله تكونوا استفدتوا ما تنسوا شركوا بالقناة وتتابعونا على إنستجرام وعلى تيك توك بنفس الاسم وعلى قناة الشورتس الجديدة اللي رح تنطلق قريبا جدا وأنا بشوفكن بالبرودكاست القادم and cut